اشتركوا في القناة والتطوير العمراني سعادة السيدة نوف عبد الرحمن جمشير وفي البداية رحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ونقل له تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاء وتمنيات جلالته حفظه الله ورعاء لسعادة الوزير وجميع متسبي الوزارة بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم على أكمل وجه بما يتماشى مع رؤية الحكومة المقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف رؤية البحرين 2030 بعدها بحث سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع الوزير خطط الهيئة العامة للرياضة لدعم الجهات الرياضية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في دعم المنظومة الرياضية والانتقال بالقطاع إلى مرحلة الاحتراف والصناعة الرياضية والتي تنعكس إجابا على تحقيق المزيد من المنجزات في هذا القطاع وتعزيز دور الرياضة في المساهمة بدعم الاقتصاد الوطني من جانبه أعرب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على ما يبذله سموه من جهود متميزة سهمت في تحقيق قفزات نوعية في المجال الرياضي وأكيدا أن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات والهيئات الحكومية لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار في ظل العهد الزهر لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه